السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي حياكم الله معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وحديثنا اليوم إن شاء الله عن القهوة رح أذكر إن شاء الله الفوائد والأضرار وهل نشرب القهوة العادية أم سريعة التحضير وكل إن شاء الله ما تريد معرفته أو تقريبا كل ما تريد معرفته عن القهوة فإذا حاب تستفيد إن شاء الله وتحسن صحتك أو صحتك هات فنجان قهوة وشاهد وتعلم وتفضل هذا المرجع عن القهوة أولا أود أن أشكر عائلتي كل من انضم إلى العائلة اللي قارب عددها تقريبا على خمسة وأربعين ألف شخص أشكركم من أعماق قلبي وبرك الله فيكم القهوة معروف عنها إنها مشروب داكن ومر وفيه كافين وهي من حبوب البن يعني حبوب البن هاي بنغليها وبنسويها باهوة لكن هل هي صحيح حبوب؟ لا مش حبوب هي عبارة عن بذور بذور شو؟ بذور شجرة البن هاي الشجرة اللي أمامكم وممكن معلومة جديدة على الكثير إنها فاكهة نوع من أنواع الفواكه ايه معقول؟ نعم نوع من أنواع الفاكه هاي الأزهار تبعت القهوة بتكون الأزهار شكلها زي يعني زي الياسمين زي أزهار الياسمين تقريبا وبعد ما تحكم تتحول إلى عناقيد حجم حبت الزيتون يعني كعناقيد العنب بالضبط ولما تنضج بيبدأ يتغير لونها من الأخضر إلى الأحمر الداكن وهذا شكلها مقربة العناقيد هذه شكل يعني حجمها مثل حبة الزيتون الصغيرة أو المتوسطة وهذا اللون تبع الفاكهة هاي لكن هل هاي الفاكهة تؤكل؟ نعم تؤكل اللب يؤكل اللب فقط ما نستطيع أكل إلا اللب وطعمها كيف؟ طعمها يعني إما بطيخ مثل طعم البطيخ أو طعم المشمش أو اثنين مع بعض حسب الوقت تبعها يعني قديش نضجت هذه الحبة طيب ليش مش مشهورة كفاكهة؟ بدنا نعرف هذه تفصيل الحبة أمانكم فيه قشرة خارجية وفيه اللب اللب هو اللي موجود باللون البرتقالي وفيه مادة هلامية هاي ملتصقة جدا في البذرة يعني ما بنقدرش شيء للمادة هاي مثل بعض أنواع الدراق لما بناكله بتلاقي فيه مادة ظلت أو بقيت ملتصقة جدا في البذرة وفيها قشرة داخلية مثل القشرة اللي حول الفول السوداني القشرة الداخلية للفول السوداني اللي لونها بنية هاي بيكون فليش مش مشهورة؟ ما فيش فيها ايش كثير يعني تخيل أنت توكل فاكهة كلها بذور ما فيهاش غير بذور يعني نسبة الفاكهة اللي موجودة فيها صغيرة جدا جدا فمش مشهورة وهاي بتتخمر يعني بيخمروها وبسوولها كذا بروسيس وكذا معالجة عشان يفصلوا القشرة عن البذرة هذه البذرة أمامكو وهاي القشرة مفصولة عنها هاي البذور تجمع كلها وتجفف بطرق مختلفة تطلع منها الماء يعني من البذور وهيك بتتحول تجينا هيك بعدين بنحمصها بتتحمص وبتتحول إلى قهوة فهي من أنواع الفاكهة واللي بنشربها هذه القهوة للمرة هي عبارة عن بذور لهذه النبتة القشرة الخارجية تجفف تجفف وشو بعملوها؟ شاي هذه مشهورة جدا في بعض البلدان وخاصة في جنوب أمريكا الجنوبية أو في أمريكا الجنوبية مشهور جدا ويسمى كسكاراتين هذا القشر تبع فاكهة البن طيب ما هي مرة ليش بنشربها يعني شغلة مرة ليش بنحب نشربها وهي مرة وأنا طبعا شريب قهوة بحب القهوة لأنه مشروب منبه وإلها فوائد كثيرة وسكرها وكربوهايدراتها قليلة يعني تقريبا ما فيها وحبنا بنشرب بالدهوة وطبعا فيها معادن وبيتامينات كثيرة لكن بكميات قليلة أهم شيء فيها مضادات الأكسدة فيها مئات يقول مئات الأبحاث تقول فيها مئات من مضادات الأكسدة طبعا القهوة والمواد اللي فيها بتتغير بناء على نسبة التحميص يعني أشياء بتزيد فيها وأشياء بتنقص منها بتتولد أشياء جديدة وبتنفقد أشياء منها وإن شاء الله راح أعمل فيديو لأنه هذا موضوع طويل راح أعمل فيديو عن كل درجات التحميص من التحميص الخفيف البسيط جدا للقهوة بدون تحميص لحتى التحميص المحروق أو الغامر نشوف المئتين ميلي من القهوة أو فنجان القهوة اللي بنشربه المئتين ميلي قديش فيه أو شو فيه البروتين أقل من نص غرام يعني 0.2 من البروتينات اللي موجودة في المئتين ميلي من اللي مشربه وفيها كمية قليلة جدا من الدهون وهذه المعادر اللي موجودة فيها موجودة فيها بوتاسيوم حديد ماغنيسيوم فوسفور كالسيوم منغنيز نحاس فلور أو فلورين صوديوم أوزين وهذه البيتامينات اللي موجودة فيها بي 1 بي 2 بي 3 بي 5 بي 6 بي 9 وبيتامين E وبيتامين K شو الفوائد والأضرار للقهوة أول شي نشوف الفوائد طبعا بنتكلم هون عن القهوة السادة القهوة اللي ما فيها 3 in 1 يعني هذا المخلوط الثلاثة الجاهز هاي ما فيها سكر ولا 3 in 1 ما بنتكلم عنه طبعا يجب تناول القهوة بكميات معتدلة وراح نقول لما نصل للأضرار أول إشي بتفيدنا فيه القهوة إنها منبه قوي وتعزز اليقظة كيف جسمنا يفرز أدنيسين ثلاثين فوسفات اللي هو الـ ATP تيار الطاقة هذا مكون من عناصر 1 2 3 4 5 خمس عناصر رئيسية هذا مثل الجسمنا طبعا بعد ما نستهلك الطاقة بيروح الفوسفات كله الفوسفات كله بروح شو بيظل؟ بيظل مركب اسمه أدونيسين هذا المركب اللي بيظل وهذا لما يتراكم بنشعر بالتعب الكافيين شو بيعمل؟ الكافيين بيوقف أو يعيق بالتراكم للأدونيسين وبنفس الوقت بيحفز هرمونات النشاط والسعادة اللي هما الدوبامين سيلوتونين والغلوتامايت هذا بيحفزهم فبيزيد فعلى طول أول من إشتنا القهوة بحيانا نص ساعة ربع ساعة وفي ناس عندها فوري حسب تعودنا على القهوة لما يرتفع الهرمونات هاي تتعزز اليقظة عندنا وبتحسن المزاج لأن الدوبامين هذا تبع الفرح والإنبساط وبتتنشط الدورة الدموية عندنا ويؤدي هذا إلى تعزيز النشاط وتنشيط الجسم كل الجسم بما في ذلك القدرة الجنسية تساعد القهوة على تنظيف الكبد ودعم وظائف الكبد مش بس بتساعد على التنظيف لا بتدعم وظائف الكبد ولما يتحسن الكبد بيساعدنا كثير في تخفيف مشاكل ما يسمى بمتلازمة الأيض شو هي مشاكل متلازمة الأيض أولها مقاومة الإنسولين ثانيها السكري ثالثها الدهون الثلاثية الكوليسترول الضار واتفاع ضغط الدم والسمنة هذه بنسميها مشاكل الأيض أو متلازمة الأيض هذه المشاكل كلها بتساعدنا فيها القهوة طبعا تمنع أكسدة الخلايا العصبية وبالتالي تقلل من فقدان الذاكرة وتقلل من خطر الإصابة بالزهايمة وتقلل أيضا من الشلل الرعاشي الرجفة في الإيد الإيد اللي بترجف بتقلل منها إلها فائدة أخرى وهي تزيد من إنتاج وامتصاص الأملاح الصفراوية التي تتخرج من المرارة وبالتالي تساعد الجهاز الهضمي وتقلل من الإمساك يعني بتحس الواحد أنه لما يشرب قهوة الصبح مثلا بعد شوية بعد فترة بحس أنه يروح لبيت الخلاة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان مضادة للالتهابات وبالتالي تقوي جهاز المنع في بحوث كثيرة تقول أنها تزيد من حصوات الكلة وفي بحوث أخرى تقول لا أنها بتقلل من حصوات الكلة اللي بيقولوا أنها تزيد من حصوات الكلة هذا بسبب الحتل الرماد لما بتحمس القهوة الجزء المحروق من هذا مبروث لما تنطحن بتحول إلى رماد الرماد هذا اللي بنشوف أكثره في قاع الفنجان خاصة لما نعمل القهوة التركية فهذا في منه خطأ في بحوث تقول هيك وفي بحوث تقول هيك فما بفتي فيها طبعا اللي عنده مشاكل في الحصوات وكذا رح يحس لكن بقدرش أفتي إنها هل تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلة طيب إلها أضرار أول إشي أول ضرر بخوث إدمان الكافين الكافين هذا مادة مخدرة يعني مثل الباقي المواد المخدرة ما عليها غبار طيب كيف بنعرف إنه أنا مدمن على الكافين شو العلمات إذا توقفت عن شرب القهوة وصار عندك صداع مستمر وكذا فهذا إيش معناه أنه عندك أو عندك عندك إدمان على الكافين إذا بطلت القهوة وصار عندنا صعوبة في التركيز معناته في عندنا إدمان على الكافين إذا دائما تعبنين ومرهقين فيه معناته أنه عندنا إدمان على الكافين وإذا كان عندك رغبة شديدة كل شوية بدأ القهوة كل شوية كل شوية هذا إدمان على الكافين وطبعا كنت أنا كثير يعني كاستي القهوة هذه مات تفضى نهائي وكنت أشربها في فنجان كبير هيك بعدين بديت أخذ ثلاث منها شوي شوي لغاية الحمد لله كوب أو كوبين في اليوم من هذا الحجم هذا الكوب كوب أو كوبين أحيانا ثلاثة لكن ما بحقش فيها قهوة كثير يعني ما بكثر في نسبة الكافين في القهوة الكثير ربي اللي عنده حساسية للقهوة أو لأي مادة ثانية ما يتناولها وما يأخذها أفضل يعني اللي بيزي حساسية من أي نوع فيه إلي أصدقاء كثير بقول ليش ما بتشرب قهوة بيقول أنا لما أشرب قهوة بظل بطني منفوخ طول النهار يعني بحس بانتفاخ فالقهوة ما بتناسبني اللي ما بتناسب القهوة ما يشرب مدرة للبول طبعا كل ما كثرنا منها بنضرع حين جايين على بيت الخلاء طبعا الكافيين برفع الأدرينالين في دمنا على طول بتسارع نبضات القلب فاللي عنده مشاكل في ضب نبضات القلب اللي هو الرجفان الأذيني أتريل ثب اللي عنده هاي لا تشربها أحسن يعني أفضل لك تبعد عنها اللي عنده اضطراب في ضربات القلب إيش يطالع وإيش ينازل شايفين الصور اللي فوق هذا الضربات نبض منتظمة واللي تحت هاي ضربات قلب غير منتظمة قد تسبب الأرق وصعوبة النوم يعني اللي بيشرب قهوة كتير بيلاقي صعب إنه ينام اللي تعود على القهوة وبقول لك لا أنا بعرفش أنام إلا إذا شربت فنجان قهوة هذا بيكون بطل مفعول الكافيين يشتغل يعني بيكون خلاص تعود زيادة عن لزوم جسمه عن الكافيين وقلت تناول بكميات معتدلة كم تعتمد عليك كشخص ويعتمد على نوع القهوة ويعتمد على نسبة الكافيين وراح أشرح لك إياها بالتفصيل عشان تكون عارف قديش في أربع خمس أنواع من أنواع القهوة أشهرهم نوعين النوع الأول اسمه أرابيكا هذا الشجرته يعني مش معناه أنه مصدر من الدول العربية لا معناه أنه شجرته اكتشفت يقال في اليمن ويقال في جنوب أثيوبيا أو من هاي المناطق يعني هاي فسميت أرابيكا بالعربية يعني اسمها أرابيكا هاي مشهورة النوع الثاني اسمه روبوستا كيف نميزهم؟ طلع الحبة هاي مدورة أكثر والخط اللي فيها جاي إيش؟ مستقيم الأرابيكا الخط اللي في النص هذا بتلاقيه مع وج شوية الأرابيكا الكافيين اللي فيها كل كيلو فيه من 34 ل 38.5 غرام كافيين كل كيلو أما الروبوستا الضعف 68 ل 81 وشوي كافيين فالروبوستا أعلى كثير بالكافيين فدير ما لا كنت بتشتري بقولوا أنه بسموح لك 400 ملغرام في اليوم لا عشان تكون في السليم وما يعيصير عندك إدمان على الكافيين ما بنصح بأكثر من 200 والأفضل يكونوا 150 والأخوات الحوامل يعني أفضل لو يكون تحت 75 مش المية تحت 75 وإذا بتقدر تخففها وما تقضيها كل يوم بيكون أفضل القهوة منزوعة الكافيين الكافيين اللي فيها موجود مش منزوعة 100 بالمية لكن فيها من ثلاثة لسبعة مليغرام لكل 200 مليلتر من القهوة القهوة العربية بالطريقة اللي بنشربها احنا عنا في البلاد العربية اللي هي شوية في قاع الفنجان مش كثير لما نأخذ شفة أو شفتين منه فيها 12 ل 15 كافيين ما اسموح لنا لغاية عشرة منه ما في مشكلة طول النهار طبعا في 24 ساعة القهوة التركية اللي بنعملها هاي في البيت ونحطها في فنجان صغير هذا اللي هو 50 ملي هذا فيه من 50 ل 65 لو شربنا ثلاثة في اليوم على فترات بيكون ما فيه مشكلة طيب الاسبرسو هذي المشهورة اللي بيقول لك بتأخذها على طول بتفوق هاي فيها الاربعين ملي فيها من 75 ل 85 كافيين مليغرام كافيين فهاي مسموح لك بالكثير اثنين في اليوم طبعا مش نأخذ اثنين هذول ونكون شاربين كمان اللي حكيتهم بالأول هاي وهاي وهاي لا 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 هذا اللي مسموح لك في اليوم عشان ما يصير عندك مشاكل الكافيين القهوة سريعة التحضير زي اللي بس تخدمها أنا هاي هي بديش اذكر حطيتها فيها بديش اذكر الماركة او الاسم يعني هاي سريعة التحضير هاي اللي بتذوب في الماء سرعة يعني منحطها على طول بتذوب في الماء ماذا زي القهوة بده نغليها وكذا واشيه كل ميتين ميلي فيهم خمسة وخمسين لخمسة وستين ميلي غرام كافيين برضو ثلاثة ما في مشكلة الى اربعة ما في مشكلة لانه انت لسه تحت تحت الميتين يعني من الكافيين كل الماركات المشهورة تتراوح المتين ميلي من مية وخمسين لثلاثمية وعشرة ميلي غرام في كل متين ميلي لتر من القهوة فندير بالنا ونحن بنشرب طيب نشرب القهوة العادية او سريعة التحضير انت حر ما في مشكلة القهوة العادية او سريعة التحضير انا بفضل الاسهل الي لما تكون القهوة العادية مش سريعة التحضير موجودة بشرب منها لكن بصفيها عشان ال�آش هذا اللي هو الرماد لكن بالأكثر أنا بستخدم القهوة سريعة التحضير ليه؟ أنا بشربش القهوة السخنة ما بشربها السخنة فبحط الماء في الكاسب وحط الماء لقفوقها بحركها وبشرب فبالنسبة إلي أسهل لي أني أشرب القهوة سريعة التحضير وطبعا كل شيء برجع لك لكن اللي بنصح فيه اللي بقدر يعمل قهوة سادة يشرب قهوة سادة فقط ما يشرب أنواع الثانية لأنه هاي بتكون نسبة الرماد فيها قليلة جدا مثل سريعة التحضير والكافين برضو قليل وبنأخذها إحنا شفطات يعني رشفة رشفتين أو ثلاث رشفات في كل فنجان فإن شاء الله ما فيها مشكلة إذا أعجبك الفيديو إن شاء الله أو أعجبك ياريت تشاركوا هذا الفيديو مع كل شخص يهمكوا أمره واللي ما اشترك لسه وتشجع ينضم للعائلة وإن شاء الله ما رح تندموا رح يكون في هذه القناة معلومات عن كل شيء يؤكل كل شيء بستهلكوا الإنسان وإن أرد تابع الحلقات القادمة إن شاء الله وما تنسى تفعل الجرس أشكركم على الحضور وحسن الاستماع بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته